استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الدعاءات إسرائيل الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح وأكد رئيس البرلمان العربي أن سلطات الاحتلال تحاول تهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الدعاءات الباطلة وأكد العسومي أن موقف مصر منذ بداية العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد مشددا على أن مصر سخرت كافة أجهزتها لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة فضلا عن جهودها الحتيتة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان مضيفا أن القصف الذي قامت به قوات الاحتلال في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان واضحا للجميع كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تحتاج إلى دليل متامنا مواقف مصر قيادة وشعبا وأنها دائما في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على كافة المستويات إنها مصر حصن أمان العرب ولسان الدفاع الدائم والأبدي عن قضاياهم لا سيما القضية الفلسطينية وهي إسرائيل دولة الاحتلال التي فشلت دائما وأبدا في إخفاء وجهها القبيح والتستر تحت الدعاءات حب السلام وعندما انكشف سترها وتنصل منها الحلفاء بمقصلة شعوبهم باتت الأكاذيب هي سلاحها الأخير في معركة الحفاظ على ماء وجهها الملطخ بدماء الفلسطينيين فبينما تواصل مصر مساعيها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لمن تبقى من سكانها على قيد الحياة لم يجد فريق دفاع دولة الاحتلال مفرا أمام محكمة العدل الدولية غير للدعاء كذبا بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفع وكيف هي مصر؟ وقد كانت على مدار الساعة تبذل كل الجهود لإيصال مساعدات الإغاثات الإنسانية إلى قطاع غزة وكانت أول دولة تصل شاحناتها إلى القلب الفلسطيني بل واشترطت عدم دخول الأجانب الذين تم إجلاؤهم من غزة قبل أن يسمح الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كيف هي مصر؟ وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا وفي مقدمتهم رئيس الغزراء ووزير الدفاع أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود في تصريحات صريحة وواضحة حول نيتهم المبيتة لحصار المدنيين العزل بل كيف هي مصر؟ وقد دائبت جميع المنظمات الدولية والإقليمية على مناشدة الجانب الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى حد عجزت البشرية عن استيعابه بل واتهمت هذه المنظمات الاحتلال الإسرائيلي صراحة بمسؤوليته المباشرة عن ذلك الوضع بعرقلته لكل جهود الإغاثة في القطاع وكان آخرهم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ولمل لجوء لشهادة المنظمات الدولية إذا كانت حليفتها الأولى واشنطن ذاتها أكدت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمدة لها وهو ما ظهر جلياً من خلال مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدولة الاحتلال أكثر من مرة بفتح معبر كرم بوسالم لتسهيل دخول المساعدات وإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي يجهل الحدود الجغرافية التي تحكمها سلطات الاحتلال فمن المؤكد أنه معروف للجميع بأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم بوسالم حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع الأدلة كثيرة وشهادة أهلهم أولى بتبديد أكاذيبهم وتبقى مصر فوق مستوى الشبهات فإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي لا يعلم من هي مصر فالجميع يعرفها بموقف ثابت وراسخ لا يتغير بتغير الزمان ولا الأوضاع ولا يحكمه السوى عقيدة الإيمان بالقضية الفلسطينية حتى يعود الحق لأصحابه